واجه الرئيس سيسي الشكرا لرئيس مجلس الوزراء على تحمله ضغوطا هائلة خلال الفترة الماضية جاء ذلك خلال كلمة بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية ضمن فعاليات جلسة اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز في كل كلمة قالها الدكتور عاصم وقالها الفريق كامل في كل نقطة اتعرضت او ما اتعرضتش ده كان محل جهد وإرادة ان البلد دي تتغير من الواقع اللي موجودة فيه لواقع تاني خالص وبصراحة يعني اتصور ان كل وزير كان معني بشغله لكن برضو دولة الرئيس كان موجود معانا وهو اكتر اكتر شخصية تحمل الضغوط هائلة